أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 16 في هجوم على فندق في مدينة زابوريجيا شرقية البلاد وأضاف المسؤول الأوكراني أن من بين المصابين أربعة أطفال إحداهم فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وتشهد الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في استهداف روسيا لمنطقة زابوريجيا في الجنوب والتي تضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا